اشتركوا في القناة لمناقشة قيام أحد أسواق الهايبر ماركت المعروفة بفرض رسوم على التجار مقابل عرض منتجاتهم على رفوفه بغرض بيعها للمستهلكين وقد طالب الأمين خلال الاجتماع بضرورة سن قوانين تحمي التجار وتحمي المستهلكين أيضا من بعض الممارسات غير المنطقية على حد تعبيره مشيدا في نفس الوقت بتعاون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة وتجارة والسياحة مع التجار وحرصها الدائمة على حماية مصالح الشارع التجاري الموضوع الأهم اللي كان ساخن جدا اللي هو فرض رسوم من بعض التجار على الرسوم واللي اللجنة بالتجار جميعهم مثل ما شفت معظم التجار البحرين كانوا موجودين رفضوا ورفض جماعي وتام بينهم يدفعون الدولة هي من تفرض رسوم وليس تاجر على آخر أو فرد على فرد وأعتقد أن هذه قانونية غير مقبول خصوصا أن الرسوم مبالغ فيها جدا من قبل المؤسسة اللي طالبه من التجار وهذه معنات أن صقار التجار والشركات المتوسطة والصقيرة ورواد الأعمال ما راح يقدرون يدخلون مثل هذه الأسواق ودفع هذه الرسوم بالتسيق مع شركة أمازون عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل التوجه الاستراتيجي للحوسبة السحابية للوزارات الحكومية في مملكة البحرين المزيد من التفاصيل في التقرير التالي على خلفية اعتماد سياسة الحوسبة السحابية لمملكة البحرين بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل للوزارات الحكومية بحضور المعنيين في مجال تقنية المعلومات تحت عنوان التوجه الاستراتيجي للحوسبة السحابية واستعرضت الورشة سياسة الحوسبة السحابية والإجراءات الأمنية بالإضافة إلى شرح مراحل الانتقال للحوسبة السحابية بغية تسهيل عمليات نقل الأنظمة إلى البيئة الجديدة المتطورة سياسة الحوسبة السحابية كان الهدف من إطلاقها هي خفض نفقات تشغيلية لتقنية المعلومات وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع والمساعدة على توحيد معايير تقنية المعلومات للجهات الحكومية بحيث أن يكون التوجه أو تحقيق التوجه الاستراتيجي للحوسبة السحابية بشكل سلس وبدون أي عوائق وبدون أي صعوبات وسيكون بمقدور الحكومة من خلال تطبيق مشروع سياسة الحوسبة السحابية تخصيص حوسبة سحابية واحدة تجمع المواقع الإلكترونية لمؤسسات الدولة ووزاراتها بنفس الوقت بما يمكنها من الاستفادة منها بسرعة عالية ووقت أقصر وأقصى درجات الحماية ولن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نوصل نشر الاقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعاقداتي هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة طغى اللون الأحمر على معظم أغلاقات البورصات الخليجية ويعود ذلك لقرب عطلة عيد الأضحاء المبارك نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع ضئيل جدا 0.04% عند مستوى 7258 نقطة متأثرا بأداء ضعيف لأسهم قطاع البنوك وصناعة المعدن نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على تراجع بنسبة 0.14% عند مستوى 6899 نقطة وجاء على رأس انخفاض مشاهدين مؤشر قطاع الخدمات المالية والبنوك نتحول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تراجع بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية عند مستوى 4463 نقطة بسبب تراجع أسهم قطاع العقارات فيما سجل سوق دبي المالي تراجع بنسبة ضئيلة جدا 0.06% عند مستوى 3610 نقاط ويعود سبب أن نزل مشاهدين لانخفاض مؤشر قطاع العقارات وأيضا الإنشاءات الهندسية في حين كان الرابح الوحيد في تدولة اليوم سوق مسقط الأوراق المالية الذي أغلق بارتفاع كبير تقترب نسبته عند 19 نقطة مئوية عند مستوى 5040% بسبب تقدم التدول على أسهم القطاع المالي وقطاع الخدمات وتوصل للارتفاعات في الجلسات السابقة بلسط المحلية مشاهدين أغلقت عن انخفاض بنسبة 0.14% عند مستوى 1298 نقطة وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وأيضا قطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.142.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 222.000 دينار تم تنفيذها من خلال 32 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 66% من القيمة الإجمالية للأسهم كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة منسبته 0.23% من قيمة الإجمالية للأسواق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر